انت مش بتقدر الحالة النفسية على فكرة اللي لعبي ليه بقى مش بتقدر الحالة النفسية قبل 7-1 كانت نتيجة السوبر في قرة اليد 6-1 فكان شيكبالا مستني البطولة السبعة عشان تخلصه من فكرة رقم 6-1 اللي مش قادر يحتفل بيها ويقول فاكت 6-1 لان طبعا عارفين 6-1 بتحمل اثار سلبية لحد زي شيكبالا يعني الغريب ان شيكبالا بيطلع بعد كده يقول الجماهير بيتعامل معايا معاملة مختلفة انت هنا حاطت نفسك في اطار الجماهير وانا بشوف ان ما فيش لعب في النادي الآلي او ما حصلش قدامي ان فيه لعب في النادي الآلي بيطلع يعمل الحالات اللي زي دي او بيحتفل بالشكل ده ولكن في النهاية بما انك احتفلت ب7-1 وتخطيت البطولة الستة 6-1 فانفيش مشكلة خالص لكن حط نفسك بقى في اطار المشجع لنادي الزماني ده رقم رقم واحد رقم اتنين وهو ده الاهم بطولة اليد هل اصبحت مثل بطولة كرة القدم انا بحترم كل الارعب والله وبحترم كل الناس اللي عندها الشغف بالقصة دي ولكن سيبقى دائما وابدا كرة القدم هي الشغف رقم واحد ومع ذلك ومع ذلك في بطولات الصلاة ما بين نادي الآلي ونادي الزمالك عشان تعرف فكرة الاصل والصورة وارد جدا تتفوق في مرحلة زمانية لكن لما تيجي تتعامل مع بطولات الصلاة بقى كرة طيرة كرة يد سلة تنستولة هتلاقي الارقام دي بما انك حتى في لعاب الصلاة اللي انت بتفتخر ببطولة منها كالسوبر او بلعبة زي لعبة كرة اليد تعال نقولك ان في كرة الطيرة طبعا فريق النادي الاهلي الاسطوري واحد وتمانين بطولة مقابل اتنين واربعين لنادي الزمالك فريق كرة السلة اربعة وعشرين بطولة النادي الاهلي اتنين وثلاثين بطولة نادي الزمالك وكبير اللعبة دي في الاندية المصرية هو فريق الاتحاد السكنداري عشان بس يعني ما تفكرش أن انت مسيطر على اللعبة كرة اليد 53 بطولة للنادي الآلي مقابل 63 بطولة لنادي الزمالك وده تفوق حصل في الفترة الأخيرة لنادي الزمالك ولكن حتى في بطولات اليد دي هتلاقي ننادي الآلي عشان أقولك بس الأصل والصورة هتلاقي في الدوري المحلي هو سابقك والأهلي أفضل في الدوري المحلي ولكن انت خط بطولات أفريقية العشر وخمساشرة سنة الأخيرة فقدرت أول قرن الجديد فقدرت تعمل إنجاز وتقدر تعمل ألقاب وإحنا ما بنجهلش ده لكن في النهاية فيه فارق عشر بطولات في تينس الطاولة النادي الأهل 62 بطولة مقابل 19 بطولة يعني إجمالي 220 بطولة فألعاب الصلاة النادي الأهل مقابل 156 بطولة فألعاب صلاة نادي الزمالك وبالتالي فارق البطولات 64 بطولة هتقول لي أنت مدخل تينس الطاولة ليه خلينا في الطائرة هقول لك لأ بقى مش أنت اللي تحدد الملعب اللي دايما نلعب عليه وإحنا نروح نقول آيب هي كرة اليد لا إحنا في الأساس بنقول كرة القضاء لكن حتى لما نجي نتكلم عن العاب صلاة حتى لو قلنا طايرة ويد وسلة هتلاقي برضو النادي الأهل متفوق عليك ما يقارب 17 بطولة باستبعاد لو استبعدنا تينس الطاولة ففكرة ألعاب الصلاة وحتى ملوك الصلاة هو النادي لكن التفوق بقى اللي حصل لفريق كرة اليد في نادي الزمالك على حساب النادي الأهل هل ده معناه أننا هنا ما ناخدش بالنا بقى ونقول أصلاحنا متفوقين ألعاب جماعية لا يبقى مش موضوعيين في مشكلة وإن كانت المشكلة مش كبيرة بفكرة أن يكون النادي الأهلي في منافس متفوق عليه في لعبة من اللعبات وإلى كرة اليد وأنا قناعاتي أن بطولات الصلاة تقدر تعود الفارق أو الجاف بالبطولات في فترة زمنية وليلة جداً على عكس كرة القضاء يعني لو رجعنا لفريق سبورتنج من 2010-2014 هتلاقيه خد أربع خمس بطولات في كرة السلة لما هتم بفكرة كرة السلة في الفترة دي لو رحت الفريق طلق الجيش لما خدت نين لعيبة من عندك في كرة الطيرة قدر يكون بطل أفريقية واللاعب في القرات اللي زي أو في الألعاب اللي زي يقدر يفرق معك كتير جداً فبالتالي يا فارس أنت قادر كنادي أهلي أنك تكون رقم واحد حتى في اللعبة الجماهير المنافس بتتباه بها سمحنا زي ما قولنا بنحل الأمور بموضوعية لأن زي ما قلت نادي تلاعي الجيش قدر في فترة في كرة الطيرة يصنع تاريخ لأن أنت عندك اللعبات الفردية دي اللعبات الألعاب الصلاة سهلة جداً بلاعبين على المستقل الفردي واحد أو اتنين أو تلاتة يصنعوا قيمة مضافة كبيرة جداً فكرة الأدب فاليو اللعب اللي بيصنع القيمة في الألعاب الفردية لعب واحد ممكن يحول مصار بطلاط وعشان كده لو إحنا شفنا تفوق الآلي في كرة طيرة مقارنة بالزمالك وفي تنس الطاولة حتلاقي الجيب كبير جداً كعادة النادي الآلي ومنهجه في فكرة التفوق على الجانب الآخر في كرة السلة الفرق تمن بطلاط أنا بقولك في مسلمين ثلاثة النادي الآلي قدر أنه يعوض الجاب اللي البعض بيفقر به أو بيزو به على مستوى التاريخ هو مثلاً المتصدر فريق للتحاد السكنداري أنا بتكلم هنا الجاب ما بين اللي احنا بنعرضه وعلى مستوى كرة اليد الفارق عشر بطلات بس أنا أقولك حاجة بس بما أنك كلمت في كرة السلة مش عايزين التارجد بتاعنا أننا نلحق بطلات الزمالك نخلي التارجد بتاعنا أننا النادي للتحاد طبيعي ولكن أنا عايز أقولك حاجة أنا بقولها هنا والأيام تقدر تسجل اللي احنا بنقوله ده أنه هيجي يوم وحيجي لحظة يوسامة والنادي الأهلي هيكون في الألعاب دي أصبح في الصدارة كعته النادي الأهلي عنده خطة ونصق وإحنا بنقول لو فيه حاجات سلبية لازم تعالج ولكن أنا عهد بالنادي الأهلي الصدارة في كل شيء وبالعكس أنا على عكس ناس كتير جداً يمكن بشوف أن المنافس ضغطه عليك في الألعاب اللي هي ما كانتش تحت الضوء قوي فيمكن أنت كنت بتتعامل معها بشكل مختلف هيضره هيضره جداً يا سامة أنت أعتقد مش أنت بس كل اللي بتفرجوا علينا وستطلهم الفكرة اللي احنا عايزين نقولها والأيام ما بينه هل ضغطه وتحدي لك في الألعاب دي هيضره ولا حيفيده ترجمة نانسي قنقر